اقتراب عبدالله سعيد وبقوة من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالة الشتوية المركات والشتوي الحالية التفاصيل الخبر النادي حيدفع مبلغ مالي بجانب سيف فاروق جعفر كجزء من الصفقة يصفقة تبدلية تقريبا يعني بعد طلب بيريمينز التعاقد معه اخر خبر معنا بيقول ان الزمالك بيقرر تطبيق لائحة العقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من اسوان التفاصيل بتقول لكن في حالة استعادة النتائج الايجابية واستعادة صدارة الدور المصري او الفوز على الاهلي في الدور الشهر الجاي حيتم رفع العقوبات